السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأفاضل في كل مكان أهلا ومرحبا بكم إلى عدد هذا الأسبوع من الساعة الدولية عدد هذا الأسبوع سنناقش فيه دوافع الانسحاب الروسي من سوريا وتداعياته على العملية السياسية ومفاوضات جونيف ومثلما كانت تدخل الروسي في سوريا مفاجئا ودون سابق إنذار أعلن رئيس الروسي راديمير بوتين سحب قواته بعد أن حققت ما جاءت لأجله على حد قول بوتين التي ذلك في وقت أعلن فيه الأكراد في شمالي سوريا إقامة حكم ذاتي وهو الأمر الذي أثار معارضة حادة من الحكومة السورية والمعارضة والتركيا وواشنطن قبل أن نبدأ في النقاش أدعوكم لمتابعة هذا التقرير للزميل سليم حمد قام غامضا إلى حين أهلا بكم من جديد مشاهدين الأفاضل لمناقشة الموضوع يسعدني أنا أصطف هنا في الأستوديو الأستاذ سعيد جريزم الباحث في قضايا الإعلام والسياسة أهلا بك سيدي أهلا بك سيدي كما يسعدني أيضا أنا أصطف الأستاذ عدنان بوش المعارض السوري أهلا بك سيد عدنان أهلا بك خائز كما يسعدني أيضا أنا أصطف عبر خدمة سكايب من العاصمة الروسية موسكو فيتسلاف ماتوزوف المحلل السياسي أهلا بك سيدي فاصل قصير ونبدأ بعده في النقاش فابقوا معنا ماذا لو بدأت معك سيد فيتشيسلاف ماتوزوف يعني النخب العربية في الوطن العربي تطرح تساؤلات كبيرة حول هذا الانسحاب الروسي فليس هناك ردود فعل دولية عميقة جرت مؤخرا وليس هناك أيضا تحولات ميدانية تدفع بهذا أو تدفع إلى هذا الانسحاب الروسي المفاجئ يعني ما رأيك على هذه التساؤلات التي تطرحها النخب العربية علقات دولية مش غريبة لأنه نحن نشارك في حرب ليش حرب الساحنة على أرض سوريا والعراقية والليبيا أما نحن نشارك في الحرب العالمية الإعلامية من يسيطر على وسائل العالم يعطي تفسير القصص لأي أحداث يجيء اليوم في هذا المنطقة أرزائي روسيا دخلت لسوريا بعد خمسة سنوات تقريبا من حرب الأهلية حرب مدمر حرب شرد ملايين الناس من بيوتهم خرب ودمر صناعة المتطورة سوريا أنا دائما كنت أعجب بصناعة النسيج السوري في حالة مدينة مزداهرة مدينة حالة البيداء واليوم نحن نشاهد البلد المخرب ولذلك عندما نحن الآن منذ خمسة أشهر الجيش بقوات روسية الجوية داخلت أرض سوريا وساعدت جيش العربي سوري لحماية وحدة أراضيها أولا سيادة سوريا على كل أراضيها وكذلك عدم التداخل الأجنبي يعني نحن كنا على وشك التداخل التركي مدعوم من أمريكا لإعلان المنطقة الحازرة المنطقة الأمنية وباللغة تركية هذا واضح تماما أن هذا كانت انتشار التركي على حساب جيرانهم يا في الإراد يا في سوريا ومن هنا تداخل الروسي كان من البداية واضح تماما روسيا ضد تداخل أمريكي مباشر ضد تداخل تركي مباشر وتؤيد فكرة حوار حوار بين السلطة التي روسيا تعطرفها الشرعية وبين المعارضة التي ليس مرتاحة من نشاط التركي ومن نشاط السلطة الشرعية ولذلك روسيا لا تفرق لا بين بشار أسد ولا بين المعارضة لأن مواقع روسيا ليست لدعم النزام ليست لدعم البشار أسد أما لحماية الوحدة الأراضي وسيادة الدولة السورية نحن اليوم على وشك الانشقاء التقسيم نسمع أمريكا تؤيد الوحدة الإقليمية ولكن أنا أتسأل من وين يحصلوا المناطة الكردية في الإراق في كردستان مباشرة بدون إذن من قبل سلطة مركزية في بغداد من وين خبراء الأمريكان في منطقة الشمالية لمناطة الكردية في سوريا يعني هناك ستين خبير الأسكري موجود في مناطق الشمالية لسوريا هل هناك هذا الوجود الأسكري الأمريكي في أرض سورية مسموح من كل دولة سورية أو لا هذا هو تسألات ودزالة ويح الوحدة وتشويح وتشويش الأداز لا يقبلوا روسيا دخلت لدعم إذا يطلبوا انسحاب تنصح والآن كانت الضجة أولا أرى روسيا أحبطت المشاريع السلمية الأمريكية صحيح روسيا أحبطت المشاريع الأمريكية ولكن عندما وصلت إلى درجة أن الجيش العربي السوري عمل التنصيق مع القوى المعارضة المصلحة قوى المعتادلة ويتافقوا على هجوم المشترك على المنافق نصرة وداعش في سوريا هناك ما كانت ضرورة وجود العسكر الروسي بهذا حجم أررت روسيا انسحاب من سوريا نعم السوري تضحت سيد فيتسلاف من أمريكا المزعجة لماذا؟ لأن وجود الجيش السوري روسي في سوريا وصل إلى أهدافها والآن جيش العربي السوري على طريقة تدمر أحط تدمر نعم والأسرات ترمي نعم الفكرة تضحت سيد فيتسلاف نعم سيد سعيد نعم سيد سعيد وصلا بما قاله سيد فيتسلاف من موسكو يعني ما هي علاقة هذا الانسحاب برأيك بتدخل عربي تركي وشيك في سوريا هل برأيكم هذا الانسحاب كلام الأجل؟ تفويت الفرصة لمهل هذا التدخل العربي التركي؟ القضية ليست هكذا وما ساقه سيد فيتسلاف ماتوزوف حول دواع الانسحاب ربما كانت جزءا من الفرضيات التي هي أوسع مما ساقه سيد ماتوزوف أولا أذكر سيد ماتوزوف بأن صحيفة إكسبرت أو مجلة إكسبرت الروسية القريبة من الكريملين ساقت فرضيات أخرى وهي على علاقة وطيدة بالكريملين وتعرف خبايا الأحداث هناك فقالت أن الانسحاب الروسي إنما جاء على خلفية أربعة فرضيات أولها أن التفجيرات في تركيا في أنقرة وفي إسطنبول وتتاليها التفجير تلو الآخر قد جعل تركيا تفقد صوابها والأمر يتجه نحو منحا خطير أوله إعلان الجانب الكردي في شمال شرح سوريا أنه يريد فيدرالية وهذا ما يقلق تركيا التي قالت وبصوت مسموع أنها ستتدخل في الداخل السوري وتمنع قيام هذه الفيدرالية إذا أعلنت من طرف واحد طبعا الفيدرالية أعلنها على شكل حكم ذاتي أعلنها الأكراد من طرف واحد فهذا أمر مقلق لها وسيسبب لها وجع رأس كبير مع حزب العمال الكردستاني ومع الأطياف التي قد تهدد وحدة تركيا فقالت أنها ستتدخل عسكريا هذا أولا ثانيا أن تركيا قالت سأتدخل عسكريا وإذا ما تم استهدافنا من قبل القوات الروسية فهذا يعني أننا سنرد برد مزلزل على الروس إذا متعرضت قواتنا لأي قصف أو اعتداء من طرف الطيران الروسي في تركيا هذا جعل بوتين يعيد حساباته ليقرر الانسحاب دون خسائر لأن الاشتباك أو فتح جبهة جديدة مع تركيا لا يمكن أن نتكهن بنتائجه الوخيمة على روسيا على تركيا أو على كامل المنطقة ثم أن المحللين في مجلة إكسبرت يقولون أيضا أن هذا الانسحاب إنما هو تاكتيكي وهي عملية مونورة لا أكثر ولا أقل الكريملين أعلن عن سحب ما يصل إلى ثلثي القوات الجوية فقط وهو حدد القوات الجوية وليست القوات الروسية ككل في سوريا إذن في ظرف يومين أو ثلاثة أيام لم يسحب الكريملين سوى عشر طائرات من ضمن أكثر من ثلاثة وسبعين طائرة مقاتلة في سوريا تضاف إليها طائرات التزود بالوقود جوا وطائرات النقل العسكري إذن هذه القوة الضائلة التي سوحبت لا تشكل إلا حوالي ثمن القوات الجوية في روسيا ما هي الدلالات هذا برأيك؟ هل هو ذر للرماد في العيون؟ هل هي مجرد التكتيك؟ يعني إعلامي لا غير؟ هي أولاً روسيا تريد من هذا أنها تستدعي جزءاً من قواتها الجوية في سوريا إلى المراقبة التقنية في قواعدها جنوب موسكو لأن هذه الفترة في فترة مارس وأفريل تتمتع وتشهد المنطقة السورية زوابع رملية وارتفاع في درس الحرارة مما يعيق طيران الروسي في النشاء سيد سيد اسمح لي فقط للحظة وأيضاً ارتفاع شدة المواجهة في منطقة الدونباس في جنوب أوكرانيا اسمح لي بالتوجه مرة أخرى إلى موسكو ضيفي من هناك أعتقد له تعقيب باختصار من فضلك سيد ماتوزوف حتى أعطي فرصة لضيفي الثالث أنا في ستوديو أن أقرأ أقل شيء مجالة إكسبرت إكسبرت مش مقربة لكريملين إكسبرت المجالة المشبوهة ولا يُعطى أبداً وإطلاةً المعلومات الدقيقة والصحيحة وهي تحت تأثير الإعلام الغربي وإعلام إسرائيلي ولذلك الإكسبرت يشاوه الموقف روسي 100% أنا أقول لكم أن لا الروسيا مخوفة من قبل تركيا أن تركيا تشند حرب ضد جيش الروسي في سوريا بالأكس الروسيا انساحبت بطيرات كلياً بطيرات الكازفة حتى بنتاجون مبارحي اعترف أن لا يوجد هناك الطيرات الكازفة الروسية في حميميم أما هناك أعطوا الطيرات المروحية الجديدة التراز المتطور كاموا في 52 128 يعني هذا أليغاتور وسياد الحليلي ويدعموا من هذه الطيرات الحربية مسلحة بالصواريح عديثة للدعم جيش السوري نعم سأعودي لك سيد ماتوزوف هذا النوع لتغيير تكتيك ولا حاجة اليوم بالطيرات الكازفة أما الروسيا باقي هناك استفاريكسي أربامية كلياً كما أعلن بوتين رسمياً نعم نعم سيد ماتوزوف عدراً سأعودي لك بعد قليل نعم سيد عدنان بوش المعارض السوري برأيك هذا الانسحاب ما هو تأثيره يعني على العملية السياسية بشكل عام في سوريا وعلى الأزمة السورية بشكل عام أولاً شكراً للإستضافة وتحياتي لضيوفك وأوجه تحية للشعب السوري بمناسبة الذكرى الخامسة لثورته التي أثبتت صلابة هذا الشعب والتي أنهت وجود هذا النظام القمعي الشمولي لمدة خمسين سنة نهائياً وأصر الشعب السوري على عدم التراجع عن هذه الثورة إلا بإنهاء هذا النظام وقيام الدولة المدنية الديمقراطية في سوريا بالنسبة للانسحاب الروسي يعني هو أكيد له عدة أسباب أول تصريح قالوا البارحة بوتين هو أنه جربنا أسلحة وجربنا عمليات عسكرية في سوريا وقد نجحت هذه التجارب أي أن روسيا اعتبرت أيضاً بأن سوريا كانت أفضل ساحة للتدريب نعم أي أن روسيا اعتبرت سوريا وشعبها مخبر لتجاربها العسكرية لا تقل عن العمليات التي قام بها الاستعمار الفرنسي في الصحراء الجزائرية بالتالي الروس ارتكبوا جريمة حرب سوف يحاسبون عليها يوماً ما بهذه الأعمال العدائية روسيا أكيد ليست جمعية خيرية وليست دولة ذات مصداقية عالمياً مثل كل الدول التي لها طموحات خارج أراضيها بالتالي الدخول الروسي إلى سوريا هو جاء من أجل حفظ مصالح روسيا في المنطقة لأن سوريا تعتبر البلد الأخير في منطقة الشرق الأوسط والبلد الأخير في الوطن العربي الذي له مصالح كبيرة مع روسيا بالتالي الحفاظ على نظام يحفظ المصالح السورية هو الهدف الأساسي من التدخل الروسي وهو أيضاً ليس لحماية نظام بشار الأسد إنما لحماية المصالح السورية سيد ماتازوف قال بأن هذا التدخل الروسي ليس من أجل حماية النظام إنما من أجل حماية توحدة سوريا وهنا التناقض من ماتازوف الذي نعتبره كشعب سوري نعتبره أسدي أكثر من أسد أي ملكي أكثر من الملك يعني ماتازوف لما يتكلم عن التدخل الأجنبي أنا ما كنت أعرف أن روسيا عضو في الجامعة العربية وروسيا هي أحد الولايات السورية أو أحد المحافظات السورية وبالتالي هي تتدخل براحتها بطيرانها وتضرب وكلمة من السعودية أو كلمة من قطر أو موقف من تركيا المجاورة التي تتحمل تثملايين لاجئ سوري هذا تدخل أما قصف الطيران الروسي لكل المدن السورية والتي توصف بالمناطق المعتدلة هذا يعني لا يعتبر تدخل أجنبي أنا لا أفهم مفهوم الأجنبي عن ماتازوف وعند الروس هذه النقطة الأولى اثنين أيضا قال أنه جاءت روسيا لتحمل وحدة السورية روسيا أكبر داعم لصالح مسلم الذي يدعو للانفصال والذي أقام مؤتمر منذ أيام تحت ضل القوات الروسية الموجودة في مطار القامشلي وتحت ضد المخابرات السورية والجيش السوري الموجود في القامشلي والذي حمى هذا المؤتمر بالتالي وروسيا أيضا تطالب الآن في جنيف بدعوة صالح مسلم كطرف كردي علما أن الأكراد ممثلون من خلال المجلس الوطني الكردي الموجود في الاعتلاف ومن خلال قوة كردية أخرى من خارج الاعتلاف ممثلة في هذه المباحثات ولهم ممثلين معروفين وقيادات سياسية كردية قديمة فهم مطالبتهم بتمثيل الانفصالين ودعمهم للانفصالين يؤكد أنهم جاءوا لتفتيت سوريا ولتقسيم سوريا وليس الحفاظ على الوحدة السورية تسمح لي نعم تفضل فقط لحظة تفضل نعم أن الروسيا عندما انسحبت من سوريا هي حقيقة لم تنسحب هي عملت عملية إعادة تموضع وهي بالفعل ضغط على النظام لأن النظام خرج عن الإطار الذي اتفق عليه عندما استدعي بشار الأسد بطائرة شحن إلى روسيا وأعطي التعليمات بأنه سوف روسيا وأمريكا يتفقان على حل مرحلي يمشي الأسد خلال فترة معينة هذا اتفاق روسي أو بالأحرى أمر روسي على النظام السوري وافق عليه بشار الأسد حينها عندما كان النظام آئل للسقوط وعندما أوضحت لها الروس بأن الدعم الإيراني ودعم الميليشيات الشيائية المتطرفة لم يعد نفعا النظام آئل للسقوط نحن نستطيع أن ننقذ ما يمكن إنقاذه من هذا النظام من خلال حل سياسي مع الأمريكان السوريون وعلى رأسهم وزير خارجي ثم وزير الوزير وليد المعلم وممثلهم في المتحدة بشار جعفري خرجوا عن هذا الإطار بتصريحات أزعجة الروس فالروس الآن يمارسون الضغط والدليل كما قال الأستاذ سعيد أنهم لا يسحبوا كل قواتهم سحبوا جزء منها كعملية الضغط على هذا النظام كي يرجع للتعليمات الروسية التي قدمت له خلال استدعاء بشار الأسد بطائرة الشحن إلى روسيا نعم اسمع الآن بتوجه إلى موسكو لضيفي من هناك فيتسلاف ماتوزوف سيد ماتوزوف برأيك ما هي علاقة هذا الانسحاب بالتدخل العربي التركي الوشيك في سوريا هل هناك علاقة بين تدخل العربي التركي والانسحاب الروسي من سوريا أنا أحب أن أذكر لزميل المعارض السوري أنه ليست الروسيا داخلت أراد سوريا بعد أربع سنوات ونصف من الحرب المدمرة حرب المدمرة حرب المدمرة التي كانت وراءها الميت حسب حفوان هناك تدخل غير مباشر لو سمحت لي بجملة واحدة هناك تدخل تدخل بالسلاح بجسر جوي من الأسلحة بالخبراء بالتعليمات بوجود روس أسره بوجود روس أسره في مواقع كثيرة هذا التدخل الأخير بالطيران بالطيارين الروس أصبح مفضوحا أما التدخل من أيام الثورة الأولى هو موجود بكل الأشكال التدخل المعروفة شكرا واسمح لي عن مقاطعة هاي تفضل مش مشكلة أنتم تتمتع بمعلومات الخطئة لأن أنا أذكركم أن بعض الطيرات هليكوبترات السورية 108 كانت في مسنع تسليح وسيانة في موسكو في سانت بيتربور وعندما هذه أربع الطيرات المرحوية مرواحية أرسل إلى سوريا مرواحية أرسلوا من سوريا إلى سوريا من سانت بيتربور بالباقرة أوقفوا باحرة في بوتيك الدول الأوروبية وقالوا أنه مش مسموح أن ناقل السلاح وروسيا قالت أن اللاسلاح يعطوا من موسكو إلى سوريا خلال حرب الأهلية أنه هذا فقط رجوع الطيرات بعد تسليح وليس حديث كان عن دعم الأسكرية حتى مع الأسف شديد كان من الضروري من البداية الحرب الأهلية هذا حسب معلومات الأمم المتحدة في سوريا كانت تتركز بين السبعين ومئة ألف مقاتل أعطوا من كل أنحاء العالم الغربي ومن روسيا كذلك حوالي عشرة ألاف مقاتل من جمهوريات كوكازية ودول الاتحاد السوري السابقة أعطوا ويكافحوا دين الشعب السوري صحيح يكافح الشعب السوري ولا تكافح نعم نفضل باريس لندن واستنبول أنتم تحت حماية الدول الغربية الذي شنوا هذا الحرب إذا يريد الحقيقة اقرأوا في ويكيليكس المرقيات صفير الأمريكي في دمشق مؤرخ بين 2005 إلى 2010 يتحدثون هنا بكل صراحة كيف كانوا ينظمونكم كانوا يعصرونكم لكي تتمردوا ضد السلطة وهذا خمسة سنوات على طوال كانت مؤامرة مدبرة وأنتم ما كانوا تفهموا شو غرب يعمل معكم ومش غرب أما ولايات المتحدة الأمريكية واستغبارات الأمريكية مضعومة من إسرائيل هذا هو نتيجة تخريب السوريا كالدولة الجميل نحب سوريا نحب الشعب السوري ونحبك أنت شخصيا لأن هناك مضللين مضللين من حب ما قتل وحرب التي يخوض داعش والجيب تنصر هذا حرب الإرهابي الذي تهاجد الدول العربية والقطر والسعودية والأوروبا وروسيا كذلك الآن نتيجة العمليات حربية روسية تقرير المجدار التدفاع روسية حوالي ألفين مقاتل من روسيا قتل خلال غرات الجوية الروسية هذا هو الحقيقة مرة أنا أفضل أن يضطل السلاح ويجلس الأطاول المفاوضات ويتفعه يتفعه مع السلطة يتفعه مع كل بما فيها حزب الاتحاد الديمقراطي كردي نعم سيد ماتوزوف هذا هو المبرر الذي أعطاه الرئيس روسي فلاديمير بوتين هذا حقيقة التي يجب تعترفها نعم سيد ماتوزوف أنه شريك في حال حال سياسي من هو يدعم المناتق الكردية سلاحا وليست روسيا تدعم سلاحا والخبراء الأسكر أمريكان هذا هو نقطة التناقض بين أمريكا وتركيا اليوم نعم سيد ماتوزوف هذا هو المبرر الذي أعطاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل هذا الانسحاب وهو يعطى فرصة أكبر للحل السياسي سيد سعيد دا جرازم برأيك ما هو تأثير هذا الانسحاب نعم ما هو تأثير هذا الانسحاب على العملية السياسية في سوريا هل تعتقدون بأن هذا الانسحاب سيؤثر بشكل كبير على العملية السياسية في سوريا ومفاوضات جينيف سأعطيك فرصة للإجابة ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدنا الأفاضل فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال لما تبقى من عمر هذا البرنامج فابقوا معا تفضل سيد دا تم التحذير من طرف موسكو لما بعد مرحلة الانسحاب إن تم هذا الانسحاب فعلا كما تسوي قوله موسكو أولا قبل إعلان الانسحاب أو سحب جزء من القوات الروسية العاملة في سوريا كان الكريملين قد سبقها بدعوة إلى الفيدرالية في سوريا والفيدرالية يا سيدي الكريم إنما هي مشنقة وإنما هي مجزرة معروفة أو محسومة للنتائج مسبقا فنظام الفيدرالية في العالم الثالث لم ينجح أبدا في أي دولة يعني واجهني وقل أي مثال لنجاح الفيدرالية في دول العالم الثالث إذا كان الفيدراليات في أوروبا في إسبانيا التي لوحت مقاطعة كاتالونيا بالاستقلال عن التاج الإسباني ولوحت سكوتلندا وقد جرى فيها استفتاء في الصائف الماضية أيضا للإنسحاب أو للإستقلال عن بريطانيا الأم وتهديد رابطة شمال في إيطاليا بالانسحاب أو بالانسلاخ عن إيطاليا ثم انفجار الاتحاد ليوصله في السابق إلى ست جمهوريات وتهديد بعض الولايات الإمريكية أيضا باللجوء إلى الاستقلال دائما من منطلق الفيدرالية فهذا لا يخدم الحل في سوريا وهذه قنبلة موقوتة قد رمت بها روسيا في سوريا وهي تحضر للإنسحاب ليتم بعدها تفجير سوريا ولا يهم روسيا في الشأن السوري إلا الاحتفاظ بعرين للدب الروسي في اللاذقية وفي طرطوس لحماية مصالحها شرق البحر الأبيض المتوسط وفي المياه الدفئة لا أكثر ولا أقل نعم الآن بدأت روسيا تتخلى عن الأسد لأنه في إعلان الإنسحاب أو إعلان سحب جزء من القوات الجوية الروسية بوتين يقول من الكريملين بصريح العبارة يقول إن القوات السورية وبدعم من الطيران الروسي كانت قادرة على تحقيق تقدم مهم في الحرب ضد الإرهاب في سوريا عندما نقول كان بإمكانها أن تحقق نجاحات معنا ذلك أنها لم تحقق وما دامت أنها لم تحقق شيئاً معنا ذلك أن بوتين ضاجر واستاء من سياسة الأسد داخل بلاده في محاربة الأهرب في استراتيجيته في ذلك روسيا نجحت في استراتيجية واحدة فقط لا أكثر ولا أقل وهي هو التمديد في عمر الأسد هذا نعم نجحت فيه إذا كان هذا حل أما من ناحية أخرى لما ادعت روسيا بمحارباتها لتنظيم داعش وهذا الخطر العالمي فنقول أن هذا عارين عن الصحة وزير الدفاع الروسي الذي قال أو الذي صرح بأن روسيا قد قامت بأكثر من تسعة آلاف من تسعة آلاف غارة في سوريا في الأشهر الخمسة الأخيرة لكن سؤال مطروح ماذا حققت روسيا بالتعاون مع قوات الأسد على الأرض هل استرجعت مثل ما تم التشهير له أو الإشهار له بأن النظام السوري قد استرجع عشرة آلاف كيلومتر مربع من الأراضي السورية هذا لم يقع مربما إلا في مخيلة النظام السوري ومخيلة الروس ثانيا أيضا أن الغارات الروسية وكما نعلم وتأتينا الأخبار وتترى وتأتينا الأخبار واتباعا في كل ثانية عن نتائج القصف الروسي الذي يستهدف المدنيين ويستهدف الأطفال ويستهدف المدارس ويستهدف المستشفيات والإحياء السكنية التي دكت على رؤوس أهلها في الرقة وفي حلب وفي غيرها إذن إذا كان هذا هو الإنجاز فهذا إنجاز عظيم يعني نستغرب له أما على الأرض فلم يزد تدخل الروسي داعش إلا قوة وهو قبل أيام قبل يومين أو ثلاثة هجومنا في منطقة دير الزور وفي الحسكة قد غنمنا منه كميات كبيرة من الأسلحة من أيدي النظام السوري تكفينا لخوض غمار حرب تدوم لعدة أشهر فأين النتائج على الأرض يا سيدي الكريم وإنما القضية كلها متعلقة بالحفاظ على قواعدها العسكرية وإن تطلب ذلك إعلان الفيدرالية وهذه المقدمة وهذا المقصود أي إعلان منطقة الساحل ترطوس واللذيقية والمنطقة العلويين أيضا كفيدرالية لتضمن للروس هذه القواعد وهذا التواجد في منطقة البحر الأبيض المتوسط نعم سيد عدنان بوشمن أكبر أو أكبر مسائل الاختلاف بين وفدية المعارضة والحكومة السورية في جونيف هي مسألة يعني التصور للمرحلة المقبلة في الحل في سوريا ففي الحين الذي تقترح فيه المعارضة السورية هيئة حكم مؤقتة تدوم لستة أشهر يتمسك النظام بحكومة وحدة وطنية بمشاركة المعارضة كيف يمكن إيجاد حل لأكبر مشكلة تعترض سبيل المفاوضات في جونيف فقط قبل الرد على السؤال عندي تعقيب بسيط على الأخ متازعوف وهو أن الثورة السورية إذا هو ذاكرته موجودة ومتابع للثورة السورية الثورة السورية قامت لمدة سبعة أشهر الملايين في الشوارع تنادي بإسقاط النظام ولم يكن هناك أي تدخل أجنبي ولا أي تمويل أجنبي ولا أي تداخل بالموضوع وأنما النظام السوري هو الذي حولها للعسكرة من خلال العنف ومن خلال فتح باب السجون للمتطرفين الإرهابيين ومن خلال فتح باب المعسكرات التي كان يشرف عليها وبشهادة حليفه نوري المالكي وبشهادة عدة دول أنه كان يشرف على معسكرات القاعدة والإرهابيين والمتطرفين الذين كان يستعملهم كأوراق ضغط لمساومة الأمريكان في العراق هذا فقط للتذكير نحن لا نثق لا بأمريكا ولا بالغرب ولا بروسيا ولا بأي دولة نحن كسوريين نثق بإرادة شعبنا بالتغيير من أجل قيام دولة مدنية دمقراطية تنهي حكم عائلة تنهي حكم طائفي تنهي حكم عسكري قمعي أما أن يتهمنا كجماهير سورية وكشعب سوري بأننا نريد أن نقوض هذه الدولة هذه الدولة التي تعتقل مئات الآلاف والتي قتلت الملايين والتي شردت الملايين والتي لا تعبأ البارحة يناقش في بروكسل موضوع ثف ملايين لاجئ سوري في تركيا سوريا أو النظام السوري ليس له علاقة به وكأن هؤلاء الذي يناقش أمرهم من قبل دول أجنبية لا يعني النظام هناك مليون ونص يهانون ويبهدلون في لبنان النظام السوري لم يتدخل لكرامة أي سوري هناك حوالي مليون في الأردن يهانون ويبهدلون لا يعبأ بهم هناك الآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف من السوريين الذين يمنعون من دخول الدول وفرضت عليهم فييز ونتيجة التشريد والنظام لا يعبأ وبالتالي يقول أن هذا الشعب يقوم ضد هذا النظام النظام الذي شرد 11 مليون والذي قتل واعتقل ودمر يعني القيام ضده هو بنظر مازاتوف وبنظر الناس التي لا ترى إلا من زاوية النظام هي جريمة يجب أن نبقى عبيد لهذا النظام برأيه ويجب أن نبقى صامتين لحكم عائلة ولحكم طائفة أفسدت البلد وأوصلته إلى هذه النهاية المأساوية مع الأسف وأقول له فقط كلمة واحدة يعني هذا النظام لو كان لديه ذرة كرامة لحمانا من الإرهاب إذا كان صحيح كل من يقوم ضد هذا النظام إرهاب لماذا لم يحمينا من هذا الإرهاب إذا النظام غير قادر فليرحل 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 وليترك الشعب السوري يقرر مصيره وأمره أعود إلى سؤالك أخي عيسى بعد إذن من الإطالة نحن ليس لنا مطالب في جنيف نحن نريد تطبيق القرار 2254 وقرارات جنيف الأول والثاني والذي يقر بإقامة سلطة انتقالية والسلطة الانتقالية هي سلطة حيادية ليست بيد النظام وليست بيد المعارضة وإنما هذه السلطة الانتقالية تستطيع أن تضمن حياد الانتخابات وحياد الانتقال السياسي للسلطة وحياد قيام العدالة الانتقالية التي ينتظرها الشعب السوري يعني نحن لا يمكن أن نقبل أن تقوم ما يسمى بحكومة وطنية تحت إشراف مجرم قاتل وصل البلاد لهذه وتحت إشراف 13 جهاز مخابرات لا يستطيع أي سوريا أن يدخل سوريا أو يتكلم داخل سوريا إذا لم يتم سلطة حيادية انتقالية تشرف وتعطي ضمان لكل الأطراف نحن لا نريد أن نقصي كل مؤسسات الدولة نحن نريد الحفاظ على مؤسسات الدولة ولكن بإعادة هيكلتها بوضع مسؤولين حيادين نظيفين شرفاء يؤمنون بالوطنية السورية يؤمنون بوحدة سوريا الكل لا يقبلون دخول أي من الميليشيات الطائفية إن كانت شيعية أو كانت سنية أو إلى آخره وأخيرا فقط أذكر زاتوف أن هذا رقم 100 ألف أجنبي يقاتلهم في سوريا هذا رقم موجود بخياله كل الإحصاءات التي تقول أنهم لا يتجاوزون 30 ألف وأغلبهم مجندين من المخابرات الإيرانية والسورية وحتى الروسية الذين يرسلون المتسوسين من خلال حرب الشيشان وغيرهم وغيرهم نحن ضد كل هؤلاء هؤلاء هم قاتلوا الثورة المتطرفون إن كانت داعش والنصر اليوم هم يقاتلون الثورة يقاتلون الثائرين ولم يصطدموا مع النظام أي اصطدام حقيقي داعش أصبح بينه وبين النظام استلام وتسليم سلمت الرقة سلمت تدمر سلمت ألوية سلمت أسلحة كما قال زميلي سعيد منذ أيام في دير الزور وفي الحسكة سلموهم ترسانات من الأسلحة لداعش بينما الطيران الروسي والطيران النظام يقصف الأماكن المدنية ويقصف المناطق المعتدلة طيب الآن إلى العاصمة الروسية موسكو نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفي من هناك فيتشيسلاف ماتوزوف المحلل السياسي سيد سعيد ديمستورا قال قبل أيام أو بعدما أعلنت بعد إعلان الأكراد في شمالي سوريا منطقة الحكم الذاتي قال بأن وفدي المعارضة والنظام اتفق ولأول مرة على شيء ما وهو ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية كيف تقيمون هذه المسألة اتفاق العديد من الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية على ضرورة الحفاظ على الأراضي السورية ومجابهة النظام الفيدرالي ومجابهة التقسيم النظام السورية سيد الكريم وهو أول أول الدعين أو أول المداعمين لقضية الفيدرالية وأنا أستغرب تصريحات النظام لما يقول على لسانة ديمستورة أن النظام حريص على وحدة البلاد وهو الذي وقع في لخبطة ووقع في حيرة من أمره يعني وقع في تخبط سياسي بعد الإعلان الروسي المفاجئ بالانسحاب روسيا أولا لم تستشر الأسد في خروجها وبيان الكريملين قال بأن اجتماع الثلاثي بوتين ووزير الخارجية ووزير الدفاع جاء بعده بعد هذا الاجتماع تقرر سحب القوات أو جزء من القوات الجوية الروسية من سوريا وقالوا أننا نسقنا مع الأسد هاتفيا أو أعلمنا الأسد هاتفيا يعني وكأنه خارج عن دائرة صنع القرار حتى في الأمور التي تمس الكيين السوري والسيادة السورية والوحدة السورية قالوا أننا أبلغنا الأسد بهذا الأسد رغم ذلك يعني لم ينتفظ وبشار الجعفري هذا الذي يوصف بالديبلوماسي المحنك يقول من جوناف أننا لن نبدأ الحوار مع المعارضة وإن كان حوارا غير مباشر في جوناف الثلاثة يقول أننا لسنا مستعدين في الحوار إلا إذا حضر ممثلو الأكراد الحزبان الكرديان الرئيسيا وكان قد أعلن فكرة الفيدرالية ودراسة فكرة الفيدرالية وإعلانها فيما بينهما فهذا أمر غريب يعني حزب انفصالي أو طائفة انفصالية تصرح بها وتعلن عن اجتماع مزمع بين الغريمين الكرديين لإعلان الفيدرالية وبشار الجعفري يصر على حضور هذه الأطراف إلى جوناف طبعا هذا تخبط بوثين شعبان تقول عكسى ما قاله الجعفري لما تصرح وهي النطقة الإعلامية للرئيس الأسد وتقول الذين يفكرون في يعني في النظام الفيدرالي أو ما سمتها هي بين قوسين بالفيدرالة فالفيدرالة هو التقسيم في سوريا خط أحمر ومن يفكر فيها فهو لا يعرف ماذا قدمت روسيا خلال السنوات الخمس الأخيرة من أجل الحفاظ على وحدة سوريا يعني هذا هذا تخبط في الموقف الرسمي لأنه خارج اللعبة وبالتالي مخرجات الحوار في جونيف لن يكون إلا بتصور روسي روسيا لما ساحبت جزء من قواتها قالت الآن سنمنح فرصة للسلام وكلفت وزير الخارجية بتكثيف الاتصالات من أجل الوصول إلى حل سلمي وهي في الواقع لا تريد إلا التعجيل بالفيدرالية للخروج بأقل الخسائر من سوريا والمحلل السياسي الروسي إفغيني موتينكو يقول أن روسيا تريد أن تنسحب من سوريا وهي متقدمة أفضل لها من أن تنسحب وهي منهزمة وهو يستحضر بهذا النموذج الأفغاني في نهاية السبعينيات طبعا وكان مكلفا جدا لروسيا وروسيا اليوم تدفع أيضا 3.5 مليون دولار يوميا من أجل هذه الحرب التي أدركت متأخرة أن نتائجها أو نتائج السمن يعني هي تدفع ثمن السمن والسمن يأكله الإيرانيون فأدركت روسيا أن هذا الدخول وهذا الزخم وهذا الوقوف بجانب النظام إنما شكل لها صداعا بخسرانها للعالم السني الذي تربطها به تحالفات كبيرة تشكو أن تخسيره لأنها في نظر العالم السني أنها وقفت مع العالم الشيعي ومع إيران التي تستفيد من هذا السمن على الأرض بحيث إذا انسحبت روسيا أو احتفظت فقط بقواعدها في اللاذقية وطرطوس فإن إيران ستجني نتائج هذه العملية أو ثمار هذه العملية وتدخل المنطقة من بابها الواسع من خلال حزب الله ومن خلال الباسيج ومن خلال القوات الإيرانية المتمترسة في سوريا وتستولي على المنطقة لإكمال أو إتمام المثلث الشيعي وهذا ما أعلنت عنه روسيا أو استياءها لإيران والرئيس روحاني أيضا في إشارة قال أننا حلفاء استراتيجي للروس ولكننا لا نتفق على كل شيء ول الإشارة هنا إلى قضية عدم رضا الروس على الدور الإيراني الذي روسيا تدفع ثمنه وثماره تقطفها إيران وحزب الله وبالتالي هذا لن يكون في صالح علاقات روسيا بالعالم السني في المدى البعيد نعم هذا بالحديث عن الموقف الإيراني والروسي ماذا عن الموقف الأمريكي سيد عدنان يعني الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدعمين للأكراد عارضت بشدة منطقة الحكم الذاتي التي أعلنوها قبل يومين كيف يمكن فهم موقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المسألة الولايات المتحدة الأمريكية تدير الأزمة منذ بدايتها بطريقة تخدم مصالحها ومصالح إسرائيل وأنا أظن أن التصريح الأمريكي الأخير هو مجرد تصريح استهلاك إعلامي أكثر منه نية حقيقية الأمريكان يؤيدون إقامة كيان كردي في المنطقة ويؤيدون قيام كيانات ذات أبعاد طائفية وقومية لخدمة المصالح الإسرائيلية حتى يبرر قيام دولة يهودية في المنطقة بالتالي لا نأخذ هذا التصريح بكل الجدية والولايات المتحدة الأمريكية هي شريكة بالدم السوري لأنها مسؤولة عن إطالة الأزمة بطريقة إدارتها وعدم عمل أي جدية لحل هذه الأزمة ولقاء جنيف الأخير اللي هو حصيلة أو ناتج اتفاق روسي أمريكي هو يتم لوضع فعلا خارطة طريق جديدة للوضع في سوريا بعد أن رأوا أنه لا إمكانية لتأهيل النظام من جديد وأن هذا النظام مرفوض من قبل الشعب السوري ومن قبل كل القوى السورية وبالتالي لا يمكن إعادة تأهيله وأيضا لم يضمنوا وجود معارضة موحدة قوية تستطيع أن تهي من على الحكم وفق المصالح الأمريكية نظرا لتداخل القوى و لتداخل عناصر التي تتصارع على الساحة السورية من كل البقاء نعم هنفهم من كلامكم بأن يعني المعارضة وفد المعارضة وفد النظام سيتفقون على أفكار أمريكية ستطرح وليس على نعم نعم أفكار وأمال الشعب السوري أقول لك يا بكل صراحة أخي عيسى المتحاورون في جينيف سوف ينفذون خرائط مرسومة وليس لهم دور لأنهم لا يملكون القرار النظام لا يملك القرار والمعارضة أيضا لا تملك القرار الشيء الوحيد الذي ممكن أن تضمنه المعارضة إن لم تأتي الحلول مقبولة بالحد الأدنى للشعب السوري ستسقط هذه المعارضة وستستمر الأوضاع إلى ما هي عليه من خلال صراعات ومن خلال انتفاضات ومن خلال فوضى عارمة تبقى بها سوريا إلى أن يتم إعداد حل يرضي الحد الأدنى من مطالب الشعب السوري وهو زوال هذا النظام بكل رموزه المجرمة القاتلة وقيام دولة تحفظ لسوريا وحدتها وتحفظ حقوق كل المكونات من أي قومية كانت ومن أي مذهب كانت نعم سيد سعيد في ذكرى الخامسة للثورة السورية وبعد كل هذه التفاعلات على المشهد السياسي والأمني وحتى الاستراتيجي بشكل عام على المنطقة ما هو تصوركم لمستقبل النزاع في سوريا على ضوء الانسحاب الروسي وعلى ضوء أيضا ما قام به الأكراد إعلان منطقة حكم ذاتي في شمال سوريا ومفاوضات جينيف ثلاث نعم سيد الكريم أعتقد أن الحل في سوريا لن يكون سوريا مئة بالمئة وإنما يكون عبر توفقات وتفاهمات دولية بدت ملامحها من خلال الإعلان الروسي من الانسحاب الجزء من سوريا الدليل على ذلك أن البيت الأبيض الامريكي كان قد رتب وبطلب منه لقاء وزير الخارجية الامريكي جون كيري بالقيادة في روسيا وتم ترتيب هذا الموعد في موسكو إلا أن البيت الأبيض فوجئ بإعلان لروسي بساعات قبيلة تنقل كيري إلى موسكو بإعلان هذا الإعلان الفوجائي لسحب جزء من القوات الروسية من سوريا ورغم ذلك جاء رد الفعل المستغرب نوعا ما بحيث أن أمريكا لم تتأكد من فحوى هذا الانسحاب أو هذه التصريحات ولكنها وصفتها بعد سويعات فقط من إعلانها بأن هذا مؤشر إيجابي لحل المشكلة ما فسره الملاحظون والمراقبون الدوليون بقولهم أن هذا الانسحاب لم يكن عشوائيا لم يكن مفاجئا بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية بل كان عبر اتصالات وقنوات ديبلوماسية تم التحضير له وكانت امريكا على علم مسبق به بحيث يتم تبادل الأدوار ويتم أيضا تنازلات وتبادل للمصالح في المنطقة بحيث أن روسيا تريد في هذه المرحلة بذات وقد عقبت أوروبا بسيل عارم من اللاجئين الذين غزوا أوروبا أرادت أن تذكرهم بأنكم إذا فرضتم علي مزيد من العقوبات فيما يخص مشكلة القرم ومشكلة أوكرانيا فإنه بإمكاني أن أسبب لكم وجع رأس أو مشاكل عديدة والمثال أمامكم إذن عليكم بغض الطرف عن سياسة في القرم وأنا أنسحب لكم من سوريا أيضا بالنسبة لروسيا تريد ربحا للوقت وما تبقى من عمر نظام باراك أوباما الذي ينتهي في نوفمبر القادم تريد أن تنشد وده بحيث يسكت أو يصمد أو يخرص في قضية أوكرانيا وتتنازل أو تنسحب روسيا من سوريا في إيجاد نوع من التوازن تكون روسيا قد حافظت مصالحها في أوكرانيا وتكون قد حافظت قواعدها في سوريا وتنشد ود أوباما من أجل إعادة روسيا إلى الحظن الدولي أو إلى الدبلوماسية الدولية النشرة نعم سيد عدنا في آخر ما تبقى من عمر هذا البرنامج دقيقة واحدة من فضلك ما هو تصوركم لمستقبل الحل في سوريا على ما تفضل به ضيفي سيد سعيد جرازم هو الحل في سوريا أصبح غير ممكن إلا باتجاه واحد وهو أن يقام حكم أو مرحلة انتقالية ماذا عن التقسيم سيد عدنا؟ التقسيم غير واقعي وغير موضوعي يعني أنا فقط أريد أعطيك معلومة سريعة يعني المناطق التي أعلن فيها الحزب الديمقراطي ووحدات الحماية الكردية منطقة ذاتية وهي محافظة الحسكة وأنا أبنها ووالدي من مؤسسي أو باني هذه المدينة مدينة الحسكة منذ أن كانت قرية صغيرة أن الأكراد لا يشكلون أقل من 20% من محافظة الحسكة وأن عدد قرىهم في هذه المحافظة لا يتجاوز 10% من عدد القرى الموجودة في سوريا بالتالي هم لا يشكلون أكثرية ولا يوجد أكثرية لأن هناك ثلاث توازنات كبرى الأولى هي العشائر العربية وهناك 13 عشيرة وهناك أخواننا السريان والآشوريين الذين يشكلون نسبة كبيرة وخاصة في مناطق المدن مدينتين الحسكة والقامشلي وهناك الأخوة الأكراد الذين يعتبرون شركاء في الوطن ومرحبا بهم في دولة ديمقراطية لهم كل الأمر نعم شكرا جزيلا لك أستاذ عدن بوش المعارض السوري وأشكر أنت أيضا الأستاذ ساعد جرازم البحث في قضايا الإعلام والسياسة أشكر أيضا ضيفي فيتسلاف ماتوزوف المحادر السياسي كان معنا عبر خدمة سكايب من موسكو فقدنا بها الاتصال في الشقة الثانية من هذا البرنامج أشكركم أنتم أيضا مشاهدين الأفاضل ألقاكم بعد أسبوع بإذن الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر